اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اميرا في المطبخ على سي بي سي صوفر معاك وعلى الهواء من أربعة لخمسة النهاردة عندنا منيو متكامل هنعمل سلطة هنعمل طبق حلو وهنعمل طبق يعتبر جنيبي ما يعتبرش طبق رئيسي يعني النهاردة المينيو بتاعنا خفيف هنعمل بطاطس ويتجز وحنعمل كريم كرامل وحنعمل سلطة مشروم بالجرجير هنبدأ بالبطاطس عشان هندخلها الفرن فأكتر حاجة هتاخد وقت معنا عندنا هنا بطاطس مدقطع ويتجز يعني ايه ويتجز يعني شرائح زي ما انتوا شايفين كده احنا مقطعينها كمان حجم وسط علشان خاطر تبقى مقرمشة من بره وتفضل طرية من جوه البطاطس عشان ناخد النتيجة بتاعة الارمشة من بره وانها تبقى طرية من جوه دي بنجيب البطاطس بقشرتها احنا مخصصين زي ما احنا متفقين ليفة او فورشة للخضار فقط لغير ما بنعملش بيها اي حاجة تانية بنعملها كويس جدا ندعكها كويس جدا بمية وبعدين بجيب بولة فيها مية متلجة او مية من الحنفية وفيها قطع من التلج بحط معاها ملح بحط معاها خل وبسيبها تتنقع فيهم ده بيخليها تبقى مقرمشة من بره ما تشرفش زيت وتفضل طرية من جوه البطاطس دي احنا سلقينها نص سلقة او مدينها بلانشيه وده علشان الوقت بتاع البرنامج لكن انتو في البيت ما فيش داعي يعني ممكن تستخدموها على طول بقيت بقى المقادير بتاعة البطاطس عندنا البطاطس المتقطعة ووجز والتوابل بتاعتنا هتكون بابريكا ملح وفلفل توم بودرة زعتر روزماري وهنحط لها معلقة زيت سواء زيت دورة او زيت زتون بس انا هحط دورة وممكن نديها كمان معلقة سكر السكر هيساعد ان هي ما تمررش من التوابل وحيساعد كمان ان هي تبقى متكرملة من بره كده وفيها طعم كده لطيف جدا فحنعمل ايه هحط هنا معلقة سكر ملح فلفل اسود بابريكا نقدر نضيف ونغير طبعا في التوابل توم بودرة روزماري زعتر فرش نجيب بقى معلقة الزيت وحاجيب الجلافز لاني هقلب بايدي عشان اخاف ان البطاطس تتكسر مني لو قلبتها بالسباتلا لان انا سلقاها لو مش مسلوقة مافيش مشكله هادي معلقة ونص يبقى حطينا ايه حطينا ملح وفلفل زعتر وروزماري وبابريكا توم بودرة معلقة سكر وزيت وبعدين حاخد البطاطس وبعدين اقلب من فوق اللي تحت بالرحة خالص لحد ما اغلف كل القطع بتاعة البطاطس بالتدبيلة اللي مش عايز يعملها في الفرن ممكن انه يحطها في واقع على النار ويعملها على النار بس النار تكون عالية هجيب الصوج بتاع الفرن هحط عليه ورقة زبدة وهنزل عليه طبقة واحدة من البطاطس ماينفعش حطهم فوق بعض عشان تاخد الحرارة من كل الاتجاهات بنفس الطريقة وما فيش حتة تطلع عندي مستوية ومقرمشة وحتة تانية كان عليها واحدة تانية بطاطس ما دتهاش فرصة فارسوهم كده بحيث تبقى كل واحدة واخد طبقة لوحدها وهقرب طبعا من بعد وما فيش مشكلة ما فيش حاجة حتفرد ولا حاجة وارسوهم كده الفرن يكون اصلا سخت والدرجة في الحرارة تكون عالية يعني نقول مثلا من 190 ل200 علشان اخد الارمشة اللي بره دي وبعد ما دخلها الفرن هقول لكم ازاي نطلع البطاطس المحمرة مقرمشة عشان السؤال ده بيجي لنا كتير قوي التدبيلة دي ما تتسبش طبعا اوسعها كده على كل البطاطس شكرا وعلى الفرن بسم الله هدخلها الفرن الفرن محقق درجة الحرارة من قبل ما دخل الصينية الرفف النص فوق وتحت شغالين المراوحة شغالة لو موجودة علشان اخد اعلى كفاءة من الفرن اوكي ونروق هنا مكاننا اول حاجة وبعدين بقى نقول لكم ازاي نعمل البطاطس مقرمشة لما نكون عايزينها فرايز محمرة قدامنا اكتر من حل اول حاجة بنعملها زي ما قولنا على البطاطس دي باخد البطاطس بقطعها بقشرها طبعا الاول وبقطعها ويفضل انها التقطيع بتاعتها ما تكونش رفياعة قوي لو رفياعة قوي حتتلع مقرمشة بس مش حتتلع عطرية من جوه وبعدين حجيب ميا ساعة متلجة هحط فيها معلقة خل أبيض ومعلقة ملح وحنقع فيها البطاطس وكل ما درجة الحرارة بتاعت المياه حتقل حزود تاني مكعبات تلج لاني عايزة كل المدة اللي هي تقريبا من ساعة لساعتين تكون في ميا ساعة وبعدين بطلعها انا شفها وانزلها على زيت حامي جدا واحمرها او اجيب البطاطس وديها بلانشي زي ما احنا عملنا في البطاطس الوجز دلوقتي يعني ايه بلانشي يعني سلقة سريعة جدا ميا بتغلي فيها ملح وبنزلها لمدة ديتين اطلعها انزلها في مياه متلجة انا شفها وبعدين انزلها في زيت التحمير وبرده يكون حامي هاخد برضو بطاطس مقرمشة من برا وطرية من جوه او اجيب البطاطس واحط زيت دافي مش زيت سخن نقعتها في مياه ساعة وخل وملح وبعدين بنزلها على الزيت والزيت يكون دافي لا هو بارد قوي ولا هو سخن قوي وبعدين ابتدي ارفع درجة حرارة الزيت والبطاطس جوه هتلاقوا البطاطس مقرمشة جدا من برا وطرية من جوه دول الطرق اللي نقدر ان احنا نستخدمهم عشان ناخد بطاطس تكون مقرمشة من بره وطرية من جوه الطريقة بتاعة السلق ممكن نشيلها في الفريزر بشيلها برضو طبقة واحدة زي ما عملنا دلوقتي في الويتجز لحد ما تتلج وبعدين حطهم كلهم في كيس واحد بس في الحالة دي بنزلهم على زيت حامي وهم ممتلجين زي ما بنعمل في البطاطس اللي بنجيبها من بره من السوبر ماركت في كياس برضو هتدينا نفس النتيجة أستاذ طمون وقتنا إيه؟ نمسح الترابيزة بس آه يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع هنشوف هنعمل الكريم كرامال إزاي عشان برضو نلحق ندخلوا الفرن ويلحق يستوي ونقول لكم برضو كل التركات بتاعته واستنونا أهلا بيكوا بعد الفاصل أول حاجة عملناها مع بعضك كانت البطاطس الويتجز جبنا البطاطس غسلناها كويس جداً بالليفة أو الفرشة المخصصة للخضروات وبعدين قطعناها آه يعني أخذنا الوحدة تقريباً يعلى أربعة يعلى ستة حسب حجم البطاطس نزلناها في مية بتغلي بملح مدت دقيقتين طلعناها على مية سقعة وبعدين طلعناها نشفناها بعد كده عملنا لها التدبيلة بتاعتها كانت عبارة عن معلقة ونص الزيت كبار معاهم ملح وفلفل ومعاهم توم بودرة وبابريكا زعتر وروزماري وحطينا معلقة سكر اللي بناهم كويس جداً لحد ما كل البطاطس اتغلفت بالتدبيلة بتاعتها دخلناها الفرن زي ما انتوا شفتوا دلوقتي طبقة واحدة على صاج عليه ورقة زبدة الفرن درجة حرارته 200 فوقه تحت شغال ولو فيه مروحة كمان تكون شغالة عشان أخذ أعلى كفاءة من الفرن وأخذ بطاطس مقرمشة من بره وطرية من جوه المدة قد إيه بما أني أنا سلقى البطاطس أصلاً هتاخد عشر دقايق ربع ساعة لو أنا مش سلقاها هتاخد ضعف المدة دلوقتي حنعمل مع بعض الكريم كارامل كريم كارامل الفرق ما بينه وما بين الكريم برولي إنه الكريم كارامل بيستخدم له لبن الكريم برولي بيستخدم له كريمة والكريم كارامل بيستخدم له بيت كامل لكن الكريم برولي بيستخدم له صفار بيت بس فالتاني بيبقى أتقل شوية دسم أكتر والفرق الثالث إن الكريم كارامل السكر بتاعه بيبقى من فوق يعني عما بقلبه بيبقى من فوق لكن الكريم برولي بيدخل من غير سكر وما بيطلع ويسقع ويجي يتقدم بنحط على وشه السكر ونحرقه سواء تحت الشوية أو بلوتورتش ده الفرق تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعة الكريم كارامل عبارة عن إيه عندي كيلو لبن فاتر وكل ما اللبن هيكون دسم كل ما هيبقى أحلى عندي عشر معالق سكر العشرة دول ممكن يبقوا 12 أو 14 عشرة السكر قليل 12 السكر مظبوط 14 السكر زيادة حسب أنتوا بتحبوا السكر الزي 8 بيضات كاملين ممكن نستخدم نصهم صفار ونصهم كاملين يعني نستخدم أربع صفار بيد وأربع بيضات كاملين لو أنتوا عايزينوا يبقى يعني أتقل شوي أتسم شوي عندي فانيليا سواء سيلة أو بودرة مش هتفرق خالص وعندي سكر للقالب من تحت للكرمالة من تحت وبعد كده للتقديم عندي أي حاجة بقى فرولة كريز أيا كان وعندي كريم شانتي طيب تعالوا نبدأ الأول نقول بسم الله ناخد هنا اللبانة بتاعتنا ونحط فيها كيلو اللبان بسم الله الرحمن الرحيم وحرفعه على النار لحد ما يبقى فاتر يعني إيه فاتر يعني أحط صباعي فيه أحس أن أنا مرتاحة جداً ما عنديش مشكلة زي دمعة العين كده لا أحس أنه هو سائع ولا أحس أنه هو سخن مولع لحد ما هو يحصل له كده هناخد إحنا هنا البيض مع الفانيليا طبعاً قبل ما ننساها ونبتدي نكسر البيض هنا بسم الله وزي ما قلتلكم دول ثمان بيضات تقدروا تستخدمه والبيضة تكون حجمها وسط لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي وتقدروا تستخدمه نصه كامل والنص التاني صفار بس نفس الموضوع بالنسبة للبن ممكن لتر اللبن ده يبقى نصه كريمة ونصه لبن ما فيش مشكلة خالص برضو أهو قلنا قبل كده طريقة أن احنا نعرف أن البيض فراش هنعرفه إزاي هنجيب كباية من مية الحنفية ونحط فيها بيضة لو البيضة دي نزلت تحت خالص في القاعة بتاع الكباية يبقى البيضة فراش لو وقفت في النص يبقى نص نص لو تلعت فوق يبقى فزدة ما استخدمهاش قديمة قوي أوكي حطينا كده 8 بدات ومعاهم الفانيليا ومعايا الويسك وحبتدي بسم الله الرحمن الرحيم أضرب البيض وبعدين بعد ما يفك خالص أبتدي وأنا بضرب أنزله السكر عايزين تعملوها في الخلاط أو في الكبا أو في العجان مفيش مشكلة بس هو الموضوع مش مستاهل يعني وبعدين نشيك على اللبن تمام هاخد اللبن دافي أهو دافي وأم منزله بالتدريج علشان ما سويش البيض ويبقى بيد أوملت ولاقي فيه قطع أنا بنزله بالتدريج خالص عشان أعمل تامبرينج أو أعادل الحرارة واحدة واحدة مع التقليب المستمر عشان يندمج معاه ويبقى كريمي بدل ما يكتل ويبدأ البيض يستوي أهو بصوا مفيش أي تكتلات خالص إذا حسيتوا إنه فيه شوية تكتلات ممكن تصفوه إذا حسيتوا إن البيض استوى اللبن كان سخن الزيادة عن اللزوم والبيض عندنا استوى وعمل تكتلات يبقى ما تكملوش الوصفة خالص أوكي هرفع بقى التاسع على النار واخد السكر اللي هحطه في القالب من تحت ومش هضيف له أي حاجة نتكلم بقى عن التسوية لحد ما السكر ده يتكرمل عندي هنا الصنية الصنية دي تكون غويتة وجواها القالب أو الأوالب اللي هحط فيها الكريم كارامل يفضل تكون الأوالب مخصصة للخبز عشان ما تطقش مننا وإحنا شغالين في الفرن ويفضل كمان إنها تكون غير قبل الالتصاق لأن ده هيسهل علينا بعد كده قلب الكريم كارامل رقم اتنين بحط شوية مية سخنة في الصنية اللي احنا بنسميه باماري أو حمام مائي علشان نسوي البيت ده على درجة حرارة هادية من غير برضو ما يكالكع مننا ويقلب بيد أملت درجة حرارة الفرن بتكون متوسطة يعني بنتكلم في 140 ل160 حسب كفاءة الفرن بتاعنا فوق مش شغال الشواية مش شغالة تحت بس اللي شغال أوكي؟ وبعدين بديله التسوية بتاعته لما يجي أطلعه يبقى عامل زي الكيكة اللي هي لسه فاضل لها خمس دقايق تسوية اللي هو النص بتاعها بيتحرك لكن لو حطيت السكينة أو خلة السنان حتطلع نضيفة لكن أنا لما حركه أحس إنه بيتهزم من النص حاجة بسيطة ومن الأطراف ماسك نفسه دي التسوية المظبوطة أطلعه أسيبه أشيله من المية أسيبه يهدى خالص وبعدين أدخله التلج أما بنيجي نقلب لازم نتأكد إن إحنا الحروف بتاعة القالب بتاعنا مشينا فيها سباتيلا أو سكينة عشان يسيب الأطراف بسهولة بدل ما يتكسر من هنا كمان اللي تحت بيبقى فيه كرامل لسه ماسك نفسه فبجيب شوية مية سخنة وأحط القالب من تحت فيها عشان أتأكد إن السكر ده داب وساب القالب الكريم كرامل ساب القالب الحاجة الثانية إن أنا ممكن يبقى عندي شوية كرامل تحت هنا مش مشكلة مش نهاية العالم يعني أوكي طيب نقلب بقى هنا السكر ده نخلي بالنا يا جماعة اللي بيستخدموا بايركس أو إزاز البايركس لو مش مخصص للفرن حيطق كمان البايركس لو مخصص للفرن وفيه نقطة مية أول ما حط الكريم كرامل حلق القالب بتاعي راح طائق فنخلي بالنا كده احنا خدنا اللون المزبوط اللي هو لون وسط لهو لون غامق قوي ولهو لون فاتح قوي وبعدين نقوم حطينه في القالب منزلين كل السكر ونخلي بالنا طبعا نتعامل مع السكر بحذر شديد وبعدين بسم الله نقوم فرشين السكر جوه القالب كله وتخدوا بالكم لأن القالب حيسخن جامد جدا خاصة لما يكون معدن لأن طبعا السكر حيسخنه ونعمل كده وشكرا اهو المفروض اسيب الكارامل يهدى شوية عشان لما اجي اضيف الخليط بتاع الكريم كارامل ما يخشش جواه يعني يبقى خلاص مسك نفسه في نقطة تانية بتجيلنا عليها اسئلة كتير جدا ان لما القالب بيكون سائع شوية او احنا في جو شتاء ما عندناش كل الإضاءة دي والحرارة دي بالسكر اول ما حطه اسمعه بيترقع لانه بيمسك في نفس الوقت واسمعه بيتقطق ده حاجة ما تقلقنيش خالص وما تضيقنيش في اي حاجة هاجيب بقى مغرفة وابتدي احط خلوا بالكوا انه ما بينفش يعني اقدر احط القالب للاخر خالص ما يضيقنيش في حاجة هياخد بقى الخليط بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي احطه كده بالراحة سمعين صوت السكر اهو صوت السكر سمعينه ده علشان الخليط سائع والسكر سخنة فده طبيعي جدا وما قلقناش في اي حاجة املى كده وتملو بقى طبعا قالب كبير اوالب صغيرة دي حاجة ترجعلكو بس كده اه كده انا مليته للاخر بعدين بحط الصنية بالقالب في الفرن وبعدين احط لها المياه السخنة ليه؟ علشان انا لو مشيت دلوقتي بالمياه السخنة فيه اه يعني احتمال كبير انها تدلق عليا فامانا هدخلها الاول الفرن هطلع بقى الوجز عشان خلصت بسم الله اطلعها الاول الريحة خطيرة وبعدين هاخد الصنية بتاعت الكريم كارامل بسم الله بحضر كده وبالراحة هدخلها جوه وحزبط بقى الفرن لان انا كنت مزبطة الفرن على فرن عالي والشواية كانت شغالة فدلوقتي حزبط ان انا اشغل من تحت بس واوطي الحرارة لمية وخمسين لان انا الفرن عندي عالي جدا وهو اصلا اه كفقته عالية فححطه على مية وخمسين واجيب الكتل بسخانة فيه مياه سخنة واقوم حطه اهم حاجة وانا بحط المياه مدخلش في الكريم كارامل مياه ومملاش الصنية زيادة عن اللزوم لدرجة انه لما المياه دي تغلي تقوم دخلالي جوه الكريم كارامل انا مش عايزة مياه جوهه اذا حسيت ان المياه قلت بعد كده هزود مياه تاني وبرده تكون مياه مغلية اوكي ودي الويتجز بعد ما تلعت من الفرن نجيب لها بقى الطبق يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع هنعمل لسه الصلطة بتاعة المشروم والجرجير استنونا اهلا بيكو بعد الفاصل طيب ما عملناش حاجة خالص رصينا بقى البطاطس زي ما انتو شايفين كده قدنا لها شوية كوزبرة خضرة وهي سخنة مش بس عشان اللون لكن هتدي طعم وحتدي ريحة حلوين جدا وريحتها هتظهر مع الحرارة بتاعة البطاطس فدي كانت البطاطس الويتجز بتاعتنا معلقة ونص من الزيت عليهم بابريكا وسكر ملح وفلفل بابريكا وتوم بودرة وزعتر وروزميري وبعدين البطاطس بعد ما كنا غسلناها كويس جدا وقطعناها وديناها بلونشيه في مياه بتغلي وملح وطلعناها على مياه سقعة ونشفناها نزلناها بقى كده بقشرها في التدبيلة دي حطناها فصاج للفرن عليه ورقة زبدة وبعدين دخلناها على درجة حرارة عالية توصل كده لحد 200-220 الفرن شغال من تحت ومن فوق المروحة شغالة تلعت بالمنظر ده ريحة حلوة جدا وحتعجبكو قوي 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 واحلى كتير من البطاطس اللي الولاد بيروحوا يجبوها من الشارع ومفيدة جدا طيب نقدر نعمل كده ونحط البطاطس في التدبيلة وبعدين نحطها في صاج عليه ورقة زبدة طبقة واحدة ونحطها في الفريزر تتجمد وبعدين نملاها في كيس وبعدين نطلعها نسيبها تفك وبعدين نحطها على الصاج وندخلها الفرن لو انتم عايزين تجهزوها وتكسب وقت طيب بعد كده عملنا الكريم كرامل جبنا كيلو من اللبن حطناه على النار لحد ما بقى فاتر يعني زي دمعة العين يعني مش سخن ومش ساقة جبنا عشر معالق من السكر السنترفيش العادي بس يكون حبيبات ونعمة ضربناهم مع 8 بدات ومعلقة من الفانيليا نزلنا عليهم اللبن واحدة واحدة وهو فاتر مع التقليب المستمر بالويسك حرقنا شوية سكر وحطناهم في القالب حطينا الكريم كرامل وحطناه في صانية فيها مية سخنة ودخلنا الفرن على درجة حرارة 150 وتحت بس اللي شغال هياخد قد ايه؟ تقريبا للقالب اللي جوه ده مع الفرن اللي عندنا اللي هو درجة حرارته عالية وأصلا بقى كان شغال للبطاطس الويتجز ياخد تقريبا من تلت ساعة لنص ساعة لو الأوالب أكبر ممكن يوصل لحد ساعة ساعة ونص لو برضو الفرن مش عالي قوي قلنا هنطلعوا نهزوا يبقى الأطراف كلها مسكة نفسها واللي في النص ده بيتهزى حاجة بسيطة مش بيروحوا ييجي زيادة عن اللزوم يا دوبك هزى بسيطة جدا لو دخلت السكينة هتطلع نتزيفة لكن هحسوا يعني بيتحرك شوية في القالب هرفعوا من المية السخنة وأسيبوا يهدى تماما وبعدين هدخلوا التلاجة وبعدين يتقلب وما تنسوش وانتوا بتقلبوه الأطراف والسكر اللي تحته تحطوه في مية سخنة حاجة بسيطة حتى لو تحت الحنفية علشان يفك أحسن طيب دلوقتي بقى هنعمل مع بعض السلطة السلطة دي ليها أكتر من طريقة في التقديم أو يعني في العميل ممكن المشروم ده ياخد سوتية على النار مع علاقة الزيت والطوم والملح والفلفل والكمون واللمون وممكن يتقدم فراش وكل المكونات اللي قلناها دي تبقى عبارة عن دراسنج ليه اللي رايحكوا اعملوه اللي انتوا شايفينه أحسن اعملوه أنا النهاردة هعمله سوتية أوكي فالمقادير عبارة عن إيه عندي جرجير والجرجير ده ممكن يبقى يسل يسبانخ بعد كده عندي ماشروم شرايح وما تفكروش في الوصفة دي تستخدموا الماشروم المعلب يفضل أو لازم يكون الماشروم فراش بعد كده عندي خرشوف متابل كلمنا عليه أكتر من مرة قبل كده ان هم بيجيبوا قلب القلب بتاع الخرشوف والخرشوف ده بيكون صغير جدا مش الخرشوف الكبير بياخدوا منه قلب القلب بالطريقة دي وفي بعض الفلاحين اللي بيبيعوا الخرشوف في قوانه بيبيعوه على الأرض زي ما بيبيعوا الخرشوف المتنظف ده بيبقى البيبي خرشوف الخرشوف الصغير جدا بياخدوا قلب القلب بتاعه قبل ما بيكون فتل وعمل الريش اللي جوه ده وبياخدوه ويعملوه قلوب خرشوف صغيرة كده بعد كده بياخدوه يحطوه بارتمانات في السوبر ماركت زي الحاجات المخللة كده هو ده ما عندناش هنستخدم الخرشوف العادي بس لازم يكون مسلوق بعدين عندي زيت زتون كمون طوم مفروم فراش وأكيد عندي ملح وفلفل الواق سخنة هحط زيت الزتون تقريبا معلقة كبيرة وحنزل شرائح المشروم وهتبّلها ملح فلفل اسود كمون طوم مفروم وعصرة اللمون هسيبها في الآخر لأن هي دي اللي حط في بيها بعد ما حط الخرشوف بصوا بقى اللون ده أهو هو ده اللون اللي احنا عايزينه النار عالية جداً وحتفضل عالية طول الوقت عشان المشرومز ماينزلش الميا اللي فيه ويتقلب لمشروم مسلوق يبقى ما عملتش حاجة كنت استخدمت المعلبات أنا عايزاي أرمش من برا كده وياخد طعم ويفضل سبونجي وطاري من جوه اهو مش عايزاي يغمقق قوي برضو عشان شكله ما يبقاش وحش على السلطة طبعاً ممكن خاص بدل الجرجير بس الوصفة دي يعني آآ فقص لها بتتعمل بالجرجير بصراحة اهو اخدنا اللون ننزل بقى بالخرشوف لو فيه مية مش هاخدها معي عشان تفضل درجة الحرارة عالية متنزلش بالمية بتاعته اهو وبعدين اقوم طفية بالعصير نص للمونة وهو بيتشرب اللمونة اقوم واخدى طبق التقديم رصة فيه الجرجير المفروض في الوصفات دي الجرجير بيبقى سليم ما بيتقطعش لو عايزين تقطعوه قطعوه بس بقديك ومش بالسكينة ممتاز وبعدين هقوم جاي بقى الخليط اللي احنا عملناه بتاع المشروم والخرشوف حطاه هنا كده اللي بيحب بقى الجبنة ممكن يحطها شرايح جبنة هنا سواء كانت فتة او قريش ممكن كمان جبنا بارمجان او جبنا رومي تبقى حلوة قوي لو رومي قديمة نشفة ومملاحة تبقى حلوة جدا برضو وبعدين الزاتون اسود بقى واخدر ومش هحط كتير يا دوبة كده ايه تطعيم وشكرا اجي بقى احط رشة من زيت الزاتون دريزل خفيف خالص كده على الوش وشكرا تمام قوي كده ونودي بقى الطبق في التقديم بسم الله يبقى كده عملنا السلطة بتاعة الجرجير والماشروم ومعها كمان شوية خرشوف بتاة بليتها بكل حاجة وعملنا الكريم كارامل ودخلنا الفورن وعملنا البطاطس سلويتجز وقدمناها تعالوا نطلع فاصل ونرجع نجاوب على كل اسئلتكم ونجا ونراجع احنا عملنا ايه مع بعض النهاردة استنونا موسيقى 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 اهلا بيكو بعض الفاصل طبعا ده كريم كارامل مش اللي احنا دخلنا الفورن دي نسخة احنا محضرينها لان طبعا بياخد زي ما قولنا في الفورن هياخد حوالي من تلت ساعة ربع ساعة ممكن يوصل لنص ساعة حسب الفورن بتاعنا وبعدين بيطلع يهدى ساعة ساعة ونص وبعدين يخش التلاجة يجمد ساعة ساعة ونص تانين فطبعا احنا ما عندناش كل الوقت ده بنفس المقدار وحنراجع دلوقتي احنا عملنا ايه مع بعض شوية كريم شانتي بودرة كريم شانتي مع شوية كريمة او لبن او مية تكون متلجة بنضربهم مع بعض باق المضرب لحد ما يبقى كريم شانتي وبعدين هتديهم لو وقعوا بقى ما تزعلوش معلش كريز مسكر كده اي تقديمة ممكن تحطوا توت ممكن تحطوا فراولة ممكن تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها اوكي وبعدين نراجع بس احنا عملناه بقى ازاي بالتفصيل واللي احنا عملناه مع بعض هوريهولكو لسه في الفورن نقدر نفتح عليه عادي مش زي الكيك مش هيجراله حاجة نودي ده هنا بسم الله ونراجع عملناه ازاي طيب احنا قولنا ان احنا بنستخدم له لتر او كيلو من اللبن الحليب وبندفي اللبن على النار بنجيب 8 بدات كاملين بنديهم 10 معالق من السكر نضربهم مع الفانيليا كويس جدا لحد ما لون البيض مع السكر يفتحها خالص ببتدي انزل اللبن الفاتر بالتدريج وانا بقى بضرب كويس جدا بالمضرب بعد كده ممكن نصفي الخليط ده ونسيبه على جنب بناخد فيه طاصة على النار سكر ونحرقه بدون اي اضافات لحد ما لونه يبقى وسط لا هو غامق قوي ولا هو فاتح قوي بنحطه فيه القالب والقالب ده بنحطه فيه صنية فيها مية سخنة بننزل بعد كده بالخليط بتاع الكريم كارامل وبندخله الفرن درجة حرارة مية وخمسين وللقالب اللي قدامكو ده ياخد تقريبا يعني ده اكبر من اللي احنا عاملينه ياخد تقريبا من نص ساعة لساعة الربع ممكن توصل لساعة ساعة وربع لو احنا الفرن عندنا ضعيف ما بنشغلش من فوق بنشغل من تحت بس بعد كده عملنا السلطة جبنا الجرجير فرشناه في الطبق وجبنا على النار واك سخناها حطينا فيها معلقة زيت زتون حطينا الماشرومز حطينا معاه ملح وفلفل وكمون توم مفروم وبعد كده نزلنا العصير اللمون والخرشوف وحطناهم على وش الجرجير يفضل طبعا يكون دافي ما يكونش سخن مولى عشان ما يموتش الجرجير وبعد كده حطينا الزتون الأغضر البطاطس الويتجز جبناها وقطعناها ويتجز ودناها سلقة لمدة دقيقتين في مية بملح بعد كده جهزنا لها التدبيلة بتاعتها كانت عبارة عن معلقة ونص من الزيت عليهم بابريكا، توم بودرة، زعتر وروزماري، ملح وفلفل وحطينا كمان معلقة سكر وبعدين نزلناهم غلفنا كويس جدا البطاطس بالتدبيلة دي وبعدين حطناها على صاج عليه ورقة زبدة وارتفاع واحد طابق واحد كده مش فوق بعد وبعدين دخلناها الفرن لما تلعد ادناها الكسبرة الخضرة دي كانت وصفاتنا النهار ده بتمنى انها تكون عجبتكو ونالت رضاكو وان شاء الله تجربوها وتقولونا ايه الأخبار بفكركم ان احنا معاكو يوميا من 4-5 على الهواء اعادة ساعة 10 ونص بالليل في نفس اليوم اعادتان يوم الساعة 9 صبح اميرة شانا ببرنامج اميرة في المطبخ بالعربي على الفيسبوك cbc.com cbc على اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا دايما استنونا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة